الخيط الأخير على هاشاشته يتمسك به المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا في زيارته اليوم لطهران رغم عدم إحاطة الزيارة بالكثير من التفاعل إلا أن المسؤول الأوروبي وصفها بالخرطوشة الأخيرة لمحاولة دفع الملف النووي العالق منذ شهرين من جهته سارع الناطق باسم الخارجية الإيرانية إلى خفض منصوب التفاعل المرتقب من لقاء مورا بالمفاوض الإيراني وأكد أن وصوله لا يعني بالضرورة حملة رسالة جديدة ليخالف بذلك تصريحات سابقة له بأن الزيارة تجعل المفاوضات تتقدم بالاتجاه الصحيح وفي ظل هذه البلبلة الإيرانية التي اعتبرت مقصودة أوضحت مصادر أوروبية أن الأزمة الأوكرانية المتوقع طول أبدها أو طول أمدها هذه الأزمة فسحت المجال أمام إيران للراحة وخففت الضغوط الغربية عنها ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذا الوقت الضائع يعمل لصالح الجانب الإيراني من جهة الضغط على المفاوض الغربي ودفع برنامجها النووي إلى الأمام لا سيما أن طهران مقتنع بقدرتها على تحمل تبعات العقوبات لأشهر طويلة بعد نجاحها بتصدير كميات أكبر من النفط باتجاه الصين أما بالعودة لملف العقدة أي إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب فتحكمه أجواء الرفض في الكونغرس واقتراب استحقاق الانتخابات النصفية ويزيد من إخراج إدارة بايدن كذلك رفض طهران لتقديم أي تنازلات للاستجابة لمطالبها حيث رفضت إيران طرحا أمريكيا أوروبيا برفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب مع الإبقاء على التنظيمات المرتبطة به كفيلق القدس مثلا كما رفضت مقترحا آخر يشمل تهديدا بعدم أو تعهدها بعدم الانتقام لمقتل سليماني وفي وقت تنتظر طهران ما في جعبة المنسق الأوروبي من عروض قبل الذهاب مجددا إلى فيينا واستئناف المفاوضات فإنها تصر على أن ملف الحرس الثوري ليس العائق الوحيد بل ضرورة احترام واشنطن لحقوق الشعب الإيراني دون توضيح ماهيتها لكن التقديرات تشير لملف الضمانات بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مستقبلا أو فرض عقوبات عليها